المترجم للإشكالات هل يحاولون أن نعمل المعلومات لتعديد هذه المشكلة ويبقى يجب أن تكون إشكالات العائق الكبيرة والعائق المادية يعني الجماعة لديها ميزانية لتسكي كبير ويقوم بشكل مختلف والعائق الموضوع ويقوم بمترجمها ويقوم بشكل مختلف فميزانية ولكن هناك شيء ويقوم بمترجم أعلم على بعض أكثر والدول الذي يفعله هو التفرض على الأخرى ويكون على الوزارة الشباب ويقوم بمترجم والداليل هو المنتخبات الوطنية التي احققت واحدة الطفرة التي اجعلت اعناه النتائج فرضاقص الاتماس كرة قدم كرة قدم نتائية قمنا سياسة عام محاليا بمنتهجة منطرة الدولة نغوض الشعر الرياضي وأعطي البارو أنه سلاح من بين أسلحة الساكة ماشي غير الخصم ولكن فالستثمار كرة قدم نتائج الوزارة الوزارة الوصية كما قالت الأستاذة أماما الجانب المادي هو الطاغير الطاغير على العمل الجامعة وبالتالي نقول بأن الوزارة الوصية لا تقوم بعملها الوزارة الوصية يعتبر النتائج الجامعة ومن هنا نعطي الله الشكر ولكن هناك الفرق من هذه الميزانيات مسألة غريبة جدا إذا كانت جيدة وخرج من أسبوع إذا كانت جيدة وخرج من الجيجيتو أو الكاراتي خرج من الجيجيتو واحد من جمعة من ضيادة الأولمبية خرجوا من الجيجيتو وقد تعطوهم منحة خاصة لأنهم من الجيجيتو التي تفوق ثلاثة المرات وبعض المرات من حل نحن فقط لأنهم هم الألعاب الأولمبية نحن 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 أن يدخلين الألعاب الأولمبية لأنهم لم يدخلون الأولمبية أولا الغريب هناك في الإلكام المفارقة الميزانيات من الجامعات ولكن هذا الشيء ما كيف نعطيه أن الجامعة تمدد الأنشطة أعضاء مختلفة أقل المملكة بحيث أنه الحمد لله إلى سنة سنوات الكوفيد لعل السنوات التي خدمناها سنتين فقط وستطعنا في هذه السنتين نحقق النتائج كامل الذي ذكرنا لكم إضافة إلى خرق ستادي العصر وكان الجامعات التي تتقدم من حق الدك الداش وما عندهم ستادي العصر والحمد لله استطعنا نغطي ستادي العصر وستطعنا أننا نضم أنشطة البطولة الوطنية في أونها ونضم الجمهة العامة في أونها ونشاركه في البطولة العالمية في أونها أرغم الإمكانيات المدية التي لم يكن لها وهذا الشيء يدل على شيء فإنما يدل على الرغبة الأكيدة لجميع أعضاء نكتب المديري ورؤساء العصر أننا نزيد ونحق المزيد في انتشار هذه الرياضة ستواجم المزيدين لكنها تحن مزيدة هناك جدد أن الرياضة تكون رائضة يعني أنني أن تصدر رائضة من المديرية البطولة مثلا هناك رائضة الرياضة تحصل على توريزن وعنوا مجدرة وعن نضيفها حسنا أدوني واحدة شانعون هو الشامبيونة دافتين في مراكش هذه الشامبيونة دافتين بطريقة الإنجلس والسندين والسفل أمور رقفات على الجامعة الدولية والقاتل الحمد لله متنصرة لأنه أدفتين للأستافرين يخدم معنا وكل شيء كان المستوى الكبير يعتبر بزاد ثقة في المغرب لماذا تتحدث عن هذه الأفراني بأنه يجعلون محر بشكل قصال ونبوط الربار وكذلك المكتب من الجامعة الإفريقية يجعلون مياه في الغريق هذا كله مكتسبة كبيرة أخذها المغرب هذه هي بشرة كثيرة لأستاذ إبراهيل في مصر كانت كبيرة بشكل المنزل بشكل مختلفة في مملكة أفريقية هذا مجال كبير أخذكم منذ منذ المنزل ومتحدثنا في مرحلة أكثر من أمريكا وكانت نتائج للخدمات القرب من المدرب وكانت نتائج للخوص نتائج للخدمات القرب من المدرب أتذكرت شيء جيد مهدي أكيد يمكنك إكراعات أكيد يوجد رجال يشتغلوا هذا المكان فيه ولكن العطاء يكون عليهم أن يكون هذا المكان وكذلك يمكنك أن يتمع فيماد الجامعة الدولية وفرع درافة الرصة هذا ليس سهل أكيد هذه المسألة التي لديها تحين هنا سؤال يتوجه حول حضور فالبرنامج الوطني الذي هو المسطر بالت spray ويسألنا بحتاج المسألة بالدخول في مرور المنطقة الدولية بالنسبة لبرنامج الوطني المسطر من طرف المكتب المديري هم المعتمد من طرف الوزياء الوصية ونحصر الأول بطولة الوطنية الـ بطولة الجهوية الآن يدخل اليوم أهداف 30-30 في الشهر 6 سنبترون البطولة الوطنية النوازة ومن بعدها يدخل اليوم أهداف 14 سنبترون الكأس العرش ومنورها سنجعل البطولة الدولية سنجعل المسابق من أجل تشكيل الفريق الوطني لأننا سنجعل البطولة الوطنية في النوازة وعندنا كأس العرش وعندنا البطولة الوطنية في النوازة وعندنا الحزيمة والدراجات وعندنا البطولة الوطنية في شهر سعود بالنسبة للأنشطة الدولية المغرب استطاع أن يكسب ثقة الجامعة الدولية بحيث أنه ولي المرة ثالثة يعني المغرب سبقه في 2019 نضم البطولة الإفرقية ونضمها في 2023 وذلك في 2024 الجامعة الدولية تعود الطلب من المغرب أنه يعودين الضمار بالإضافة إلى أنه سيعقاد النهار 13 سبعة فهذا القعاء هادي هذا الجمع العام الاستثنائي للاتحاد الإفرقي من أجل انتخاب مكتب جديد وإن شاء الله بإذن الله المغرب سيحظى برئاسة هذا الاتحاد كما أنه كما قال الأستاذة المقر للاتحاد الإفريقي سيتحول من الموريس إلى المغرب بالإضافة إلى أن البطولة الإفريقية يمكن أن يدر في شهر سعود إن شاء الله يبدو أنه في المغرب للمرة الثالثة وهذا يعني شرف كبير للمغرب وهناك كذلك البطولة العالمية اللي غادي نشاركه فيه اللي غادي نشاركه فيه اللي غادي نشاركه في اليونان إن شاء الله ما بين 19-29 نوان بير وهناك كما قلت بويلا البطولة العالمية للشرطة اللي حاليا تصلنا بطلب رسمي للاتحاد الدولي من أجل دراسة إمكانيات تنظيم هذه البطولة في المغرب إلا لاحظنا أن الأعيون كلها توجهات المغرب فهذا الرياضة هذه أولا المقر للاتحاد العالمي اللي غادي نشاركه هنا علاش ذلك لأنه المغرب هذي يكون هو رابطة توصل ما بين إفريقيا وما بين أسيا وما بين أوروبا إلا كان المسجد الأوروبا لجامعة الدولية الأوروبية اللي كانت شاركه في اجتماعات الجامعة الدولية للمقر دياله أبو دبي قصم يمشي واحد المسافة بشيشاركه هذي ينبوا في المغرب يعني قريبة بالنسبة لأفارقى وقريبة بالنسبة لأسيويين وقريبة بالنسبة لأوروبين هذا إذن تم الاتفاق على أنه سيكون مقر ديالاتحادية الدولية هنا في المغرب الاتحاد الإفريقي تاوي سيكون هنا في المغرب وهذه كله كي يخدم المصلحة ديال المغرب والقضية الأولى ديالنا اللي هي قضية الصحراء وفي نفس الوقت يسعى إلى تشجيع الممارسين واستقطاب المزيد من الممارسين مع العلم أنه نسينا ما قلنا شيء هناك اتفاقية وقعتها الجامعات المالكية المغربية لجيجتيو وسوة ببعض الجامعات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضات من أجل تطوير هذه الرياضة داخل المؤسسات التعليمية وقد أخذنا نموذجا بعض المؤسسات في الدار البيضاء واستطعت أننا تعطي النتائج لها وحاليا الاتصال التجاري من أجل تفعيل الفصل من فصل هذه الاتفاقية الذي ينص على أنه يلزم المعنيين بالآن يعني الموقعين على الاتفاقية ملزمون بتشكيل لجنة جهوية للإشراف على عمليات تطوير هذه الرياضة داخل المؤسسات التعليمية هذا يوجد إيجادة أنه إيمام الرياضة تكون من البلد الصغر في الهاتف المؤسسات والحلية المؤسسات التطوير مؤسسات التعليمية هذا الإمام الذي يريد أن تكون كتبات في التجارة وكانت مرحلة في الريكبي وكانت نتائج أنك المنتخذ الريكبي كانت مهتزة على قطع الغيار نال أربعة كانت اليوم الأربعة في داخل المؤسسات التعليمية خاصة بالرياضة وكان الجميع مبارس ريال أنا ذات الريكبي أنا لعبت معل كثير أكيد وهذا شيء جميل نحن لم نعرف أشخة واحد ريال الريكبي لكن عرفناها من خلال المؤسسات وكانت نتمنى أنه عند أقل وزارة الترابية ومسؤولي أن يطلب على الاعتبارات واعين، واعين، هذا مسألة عادية لا، هذا هو اللازم، هذا مسألة كلها عند الجامعات نحن في الاجتماع الأخير في المناقشة الميزانية طولي بما نار رسميا وقد بلغت هذا إلى رؤساء العصاب والأستدائيكتنا أنهم ملزامون بشدة الاتفاقيات مع الرؤساء الأكاديميات من أجل تفعيل هذه الاتفاقية رجلولة دالالحالين أبنسي لكم أنتم مقبولين عن التحديات الكبراء في هذه البنطولة الأفريقية في هذه البنطولة العلمية نسألكم المطلع على الجمهور دينا ما نعدي في مقصد برنمج، حضور نوعي تعال، دي المنتخبة الوطنية في هذه المنطقة؟ الجامعة الوطنية تتمشي بأطغال موازئة نذكر بأن الجامعة تكون لديها إشعاع لديها استقطاع وأنا نطلع في المؤلقة التي لا يوجد من أساس أساس هم أنه موازئة الوطنية لكل نادرة عام على عام تدد عدد الأنبياء التي تشترك بعنات العصاب وهناك موازئة برنامج لكل نادرة تتمشي به وكذلك الحمد لله نتائج مرضية أريد أن نشر واحد نقطة هي التداريب والتكوينات التي تقوم بها الجامعة وهذا هو نظر للتكوينة بصدر لكن سؤال أخر وكما ترخيل تتحضر الجامعة لم تكن أعطيقها بأنها تتحضر وكذلك تتحضر وكذلك تتحضر تتحضر استدار وكذلك تتحضر كان لدينا فنية مجموعة ونقول أنه لا أقصد بها ونقصدها سوف يتحضر وكذلك تتحضر وكذلك تتحضر وكذلك تتحضروا تدريب ويكونوا في المستوى العالم لتكلمة فتحضر على طريق المستوى تتحضر ونقصدها ونقصدها لدينا خبير الدولي فهو أول خبير الدولي ونقصدها لدينا نقصدها وسبور كان هناك استدريب وستدريب مكتر والحمد لله بنتي مرضي الحمد لله مؤثراً من المدر الغريب مغربي مقيف برجسة أعود الجنة الدولية ومقيد التحكيم ومقيد عمران عثماني الحمد للهذا الأمر في مستوى المتفيد يمكن أن تقلق على النخبة التي يوجد في العالم التي تقدر تكلينات المسبق ويجب أن تتاقم من الجماعة في أعلى المستويات ما حدث الجماعة كانت تكون في هدين فادينا نصب 100% عمودي يوجد لجلسة أفضل حمد لله هناك قاعدة منتزة وتنبهنا الجديد وتنبهنا لأن هذه قاعدة كبيرة والذيذة بالنخبة المنهجية المعتمدة من طرف الجامعة من أجل تشكيل الفريق الوطني أولاً بعدها إضافة نوع من المصداقية للمشاركة ويمكننا تحرّو هذه المصداقية من خلال هذه المنهجية التي تعتم بها الجامعة والتي تجلى فيما يلي العصاب ملزمين لكي يديروا البطولة الجهوية وهذه البطولة الجهوية كتفرز واحد من جمعات الممارسين يستطيعون أن يحتلوا المراطب الأولى والثانية والثالثة هذه الممارسين الذين يتمخضوا على البطولة الجهوية يشاركوا في البطولة الوطنية كل من حسب التخصصه، إما في الفايتينج أو فيديو سيستيم أو في النوازع كل من يحتلوا المراطب الأولى والثانية على صعيد البطولة الوطنية يشاركوا في ما يسمى الاختيار المسبق بعدما كلهم بدون استيطنا في شاركوا المكتب المديري يحدد لكي يتفرض عليك جوج في كل وزن هذا العدد إذا كان كافيه تباركلا إذا كان زائد كالدراء بري سيليكسون وخرى يعني تربو ساخر من أجل أن نخرجوا بهذا العدد المطلوب إذاً من قطعات المرحلة سيكون لها تصفية يعني كنكونوا نصل لها نظلم من التحد وتحنا الباب أمام الجميع ويستطعنا أن نقدمه كل ما لدينا ممتاز لكي يشاركوا وهذا هو الدليل الذي يجعلنا أن نحطل هذه المراتب الأحتيالي ونحطل هذه النتائجات نحطل هذه السؤال وهذا كان ربما تغنيخي على أنك تجاوتي على السؤال ولكن أنا أخبر معك بقلوغة طريحة والذي عشناها مع جادنة ونحطل هذه المنتخبات الوطنية في البطولة الإبراكية المؤخرة التي تقسأ مجموعة الأبطال التي تقسأ المركز الأولى في البطولة وتم استقطاع الناس من برا لا تكون في البطولة الوطنية والنتائج في إفريقيا كارثية وأمام بطل جزائري تخيارات مرعت للجانب الرياضي بالجانب أن يكون في البطولة ويقصى أن لا تكون قادية نقول لكم قادية هذه القادية التي تقلمتها اليوم نحن عشناها في 2019 وجبنا الناس من برا وشركنا ولكن الناس من برحلة الظالم فيها وهل المحليين نحن عشنا وهكذا لأن البطل العالمي الوحيد من الدولة العالم مغربي وما سنجد في جميعها لماذا؟ لأنه لديه زائد 94 لأنه لديه زائد 94 هنا لماذا لا يشاركه؟ فقط هو بطال عالمي لأنه لا يريد أن يشارك لم يعجبه هذا الحال؟ لماذا؟ يعني كان في 23 يجلبوا ميدالية ذهبية أكيد استغنين عليها من أجل المبدأ هذا هو المبدأ الذي قلت له وهذا جميل جداً على مستوى الهدف والمغضاد الرياضة الهدف دينا هو أن نرى أن المغربية تكون مهمة وأن المغربية تصدفون الأولى هذا هو الهدف دينا أي شخص من المغرب من هنا يجب أن يكون أحسن صورة لماذا؟ 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 لا أكثر من هذا يا مدام أماما نحن صدقنا في الاجتماع المكتاب أنه مثلاً يكون شخص الذي نتبعه طوال السنة يعني أنه نتاج له جداً مهمة من الذي جاء البطولة الوطنية لا أعطيه نحن ذلك تفقنا أنه مهمة للمرش هذا هو الذي جاء البطولة الوطنية والثانية والثالثة ويقومون بطورة ولكن هذا لم يعد فرصة يمكن أن يكون رئيس العصبة ويقصره وضيفه هذا شكل ايجابي إذا كنت أريد ان ترغب سريع كيف تأتي إلى الوم الصغير مما يتبقى حسن من وضع التربص نعم و هذا سوى مشكلة حمايا إنه استعداء بشكل ايجابي لأنه لن يشارك التربص Tas jobs هذا شكل يعني ذلك المسألة العادلة على الأقل والمسائل يعني أنه يتمنع كل واحد على الأقل لأنه ما هو الأدام؟ هذا هو النهضة في عياضة والدراف بود البلاد والأدام ذلك أنه أنا كنت أقول لك لما نسميه جامعة و لم نسميه فلمتها أن هذا الشخص نهزم أمام جزائري والبطن المغربي يسبق له أنه يزم لك الجزائري ولكن أقصية من المشاركة يعني مشكل تدميري هذا لأنه ما راح نغرر رأي الوطنية و لا الأخلاق الحمد للله هؤلاء هؤلاء تبقى ضروس لأنه يجب أن يكونوا قدامه و يخطيهم عبرة الحمد لله هذه الأمور قد قد نتجاوزها الحمد لله الحمد لله والتي كتب سميته يعني محافر سميته مزرة تبقى والتي كتب هذه الأمور التي تتجلتها حمد لله وهذا الشخص الذي يجعلها لدينا إحدى شخص عملية مع المشاهدات ونحن لدينا قلب محققاً فقط من يتبهين ونجد في حياته ونحن بمقاطعون ونحن نتبهين وتعالى مع المشاهدات ونحن نتبهين ونحن نتبهين ومع ذلك يجب أن نقصد الكثير من الجامعة ومع ذلك يجب أن نقصد الكثير من الأكتبات لتعلم التمثيلات على المتغنسيونيات لا نقصد على 3040 نعم، أريد أن نقصد هذه الأستثمار يجب أن نرى الفضاءات الملاعب القرى ومع ذلك الكرة الموجودة ومع ذلك من المواصفات المتواجدين ومع ذلك يجب أن نقصد الكثير من المتغنسيين هذا هو أخطر من هذه لأنه يكون هناك نظر لهذه الناس والذين تستخدموا القاعدة ومع ذلك التطامي ومع ذلك ومع ذلك الكثير من المتغنسيين لأننا نقصد تبارك الله لا نقصد الكاراتي لا نقصد الجذو لأننا نقصد فضاء ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك لا نقصد الكثير من المتغنسيين ومع ذلك الأمر لها كانت 18 مليون لذلك يجب أن نقوم بطولة دولية واتقام بطولة 18 مليون وحالياً كانت القاعات تتكره 7500 الساعة ساعة 18 مليون ساعة 3 مليون لساعة تدخلت اخذناها بربعة 50 ألف درهم تدخلتها بربعة 50 درهم ساعة وما أنت تدخلتها كل ساعة ساعة 3500 درهم ساعة 3500 درهم ساعة 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 يتغلل يتغلل سمن يتغلل ذلك ساعة ساعة وهو السياسة التي تجددنا حالياً وتوجيهات السمي جرسينا في المنظر على أساس أنه تقفل المهضار رياضية من هذا المنظر تنوجه يعني دعوى الوزارة الوصية الجهات المسطولة محلية الجهوية يعني أنه يراعي على الأقل في المقصصة قاعة لجميع التراث التي تتمرس هي الحرية كتون أنها تمرس وحلقها عن تحقيق الروفلات لجمعاش وتحديد طبع حال المنظر والطواع الرياضة الوطنية وهو الهدف لأن السفيرة المغرب ستحقيق لتبلغ الرسالة الوطنية هذا هو الهدف الأساسي نخلوك كريمة أخيراً لكم كل شيء نشكره بجلدات أسوات نشكرهم على تحمل النيجي ويقلسوا معنا ونشكرهم أنهم يعطوا واحد العناية لهذه الرياضة من أجل إشعالي لها وتطوير ذي لها ونتمنى أن الجهات المعنية تكون لها أدن صغية على هذه الأشياء التي تم تدوين بالوفاد للقاعدة ونتمنى أن الجامعة التوفيق بشيرها تنظم صوت أفراني شكراً لكم شكراً على الكريوزيتات لكم في جوائدنا وتريد أن تعرفوا على هذه الرياضة القديمة الجديدة في نفس الوقت وكذلك تنبغي أن نشكر السيد الرئيس الجامعة الملكية لجهة كريمة برق وكذلك المكتب المديري وتقم كذلك دي الإدارة دي الجامعة كل باسمه وكل صفاته يعني كل واحد رتيجة دياله باش الحمد لله سنعطيه هذه الصورة المشرفة الحمد لله وتنطمحه ماذا إن شاء الله نخدمه وماذا نجتهده باش نعطيه أحسن وأحسن وشكراً شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك اشتركوا في القناة